اهلا بكم يا شباب خلونا نكمل كلام على الليت و الرفراخشن اخر جزء عندنا على الرفراخشن وهو اخر جزء فهلا في الليت كله هو الرفراخشن بتاع الليت ثرو لنسز اللنسز اللي عندنا فيه تو تايبس في المنهج المفروض نعرفهم في حاجة اسمها باي كونفيكس لنس اللي هو الكيرفيتشير بتاعها اللي برا هي عبارة عن كيرفد بيسوف جلاس والكيرفد بيسوف جلاس دي هي لو بصيت عليها ليا كيرفيتشير من الناحيتين لبرا وواحدة تانية من اللنسز اسمها باي كونكيف لنس اللي هي برضو عندها اتنين كيرفز من تو سايدز بس الكيرفيتشير بتاع جلاس لجوه يعني الكونفيكس عريضة في النص الكونكيف رفايا في النص طيب اللي علينا نعرفه ايه عن الرفراخشن في اللنسز الريز وهي داخل اللنسز بتبقى ماشية في ديركشنز كتيرة بس احنا علينا فيه تلاتة تايبسوف ريز محددين لازم نكون عارفينهم او ده دول البرينسبل بتاعنا وعلى اساس وهنبني حاجات تانية طيب اولا كده لو انا عندي كونكيف او كونككس لانس وفيه ري فلايت ده الانسيدنت ري داخل على نص العدسة بالزبط نص العدسة ده بنسميه اوبتيكال سنتر طيب الري ده لو داخل ناحية الاوبتيكال سنتر باي انجل باي ذوي هيكمل على طول كأنه ما حصلوش اي حاجة يعني كأنه داخل بربينديكرا وخارج بربينديكرا بس هو اكشلي مش عامل كده الكروفتشر من الناحيتين بيبقى قصاد بعض بالزبط ففي الاخر الريف لايت بيعدي على طول يبقى انا عارفت ان انا دايما في العدسات في البيكونكس والبيكونكيف لو انا جبت السنتر بتاع اللانس بالزبط يعني لو عملت سنتر اللاين كده وجبت النص بتاعه بالزبط الحتة اللي في النص دي اسمها اوبتيكال سنتر والريف لايت اللي هيعدي على الاوبتيكال سنتر هيكمل مش هيحصل له اي حاجة طيب فيه لاين تاني بنسميه برينسبل اكسس ده بيبقى عامل ناينتي ديجريز على السنتر اللاين اللي احنا قلنا عليه يعني لو انا وصلت من الفورتكس اللي فوق من الفورتكس اللي تحت داشت لاين كده وامتراسم عليه من الاوبتيكال سنتر ناينتي ديجريز كده انا رسمت لاين اسمه برينسبل اكسس معلومة مهمة ان انا لو عندي ريز اوف لايت في كونفيكس لانس ماشي باراليل للبرينسبل اكسس عند نص العدسة بالزبط هتبند وتروح عند بوينت معين كل الريز اوف لايت اللي بتمشي باراليل لبرينسبل اكسس في كونفيكس لانس بتروح الناحية التانية عند وان بوينت بنسميها برينسبل فوكس طب الفوكس ده هو عبارة عن ايه هو بس مكان الرئيز بتتجمع عنده بيكونفرج الرئيز اوف لايت كلها عنده لو كانت اصلا من الناحية التانية كانت جاية باراليل للبرينسبل اكسس فانا هرسم الرئي اوف لايت ماشي عادي لغاية اللي هو بنصل ببين الطوب والبوتن بتاع العدسة ومن عند ده هبند ناحية البوينت اللي اسمها الفوكل بوينت او ايانية بنسميها فوكس او فوكل بوينت او فرينسبل فوكس كل دول اسامي مختلفة لنفس الحاجة هي فوكل بوينت او فوكس او فرينسبل فوكس دي الريف لايت بيجي لها لو كان جاي من الناحية التانية طب لو كان عندي باي كونكيف لانس العدسات عامة اللي هي باي كونكيف او باي كونكيف عندها كورفتشر من الناحيتين دايما بيكون عندها اتنين فوكاي طب الفوكس ده الدستنس بتاعته من السنتر بتاع العدسة بنسميها فوكل لنث فانا على نفس الدستنس من الناحية التانية هيبع عندي اناظر فوكل بوينت عادة بنسميها ف فانا الكونكيف لنث عندها اتنين فوكل بوينت الكونكيف لنث برضو عندها اتنين فوكل بوينت يعني مثلا ادي الفوكل بوينت الاولانية ادي الفوكل بوينت التانية وده اسمه فوكل لنث من نص العدسة لغاية الفوكل بوينت اسمها فوكل لنث يعني لو مثلا دي كانت 5 سنتيمترز هيس 5 برضو سنتيمترز من الناحية التانية الا ان انا عندي اناظر فوكل بوينت عشان لو اللايت جاي من الناحية دي او اللايت جاي من الناحية التانية طب في الكونكيف لنث اللايت بيحصل له ايه اللي من الناحية التانية يعني اللو الـ object هنا ده الـ start بتاعي وهي end الناحية دي انا بروح على ناحية الـ end الفوكس اللي ناحية الـ end في الـ convex lens طب في الـ concave lens يعني ده اللو start بتاع الـ light وهي end من الناحية دي انا هلاقي ان الـ light بيـ diverge بيبعد عن بعضه ومش بيروح على الـ focal point بس لو عملت extension رجعت الورى لكل ray of light بعد ما حصل له bending يعني ray of light ده كان حصل له bending من هنا وطلع ray of light ده حصل له bending من هنا وطلع وهكذا لو كملت الـ rays of light دي وعملت لهم extension الورى كلهم هيتقابلوا في الـ focal point اللي ورى العدسة اللي هو ناحية الـ start يعني دلوقتي لو رسمت ray of light ده بالنسبة لي concave lens هقول ده central line بتاعي وده الـ principal access بتاعي لو فيه ray of light جاي كده وده ما كان الـ focal point اللي ناحية دي وعلى نفس الـ distance الـ focal point الناحية التاني هقول ان الـ ray of light بتاعي هرسم له extension من الـ focus واقول انه هو طالع لبرك فده بالنسبة الـ convex ده بالنسبة لي concave lens طيب الـ light reversible يعني ايه reversible يعني اللي بيحصل له وهو جاي من الناحية عكسه بالزبط طيب اللي بيحصل له من الناحية التاني يعني احنا كنا قلنا في الـ convex lens لو فيه ray of light جاي من الـ principal access parallel principal access وهيغبط في العدسة عند نص العدسة هيبند ويروح ناحية الـ focus الناحية التاني طب لو هو اصلا كان معدي من على الـ focal point وهو داخل هيجي عند الـ central point بتاعتي او عند الـ central line وهيبند يمشي parallel للـ principal access من الناحية التاني اللي اتنين رايز اللي هو مسلا هتسمي ده بي و سي وهتسمي الاولاني خالص ده اللي هو بيعاد من الـ optical center ويكمل على طول ده ايه هلاقي ان انا بي و سي اتنين عكسة بعض بالزبط بي كان ray of light parallel principal access راح من الناحية التاني على الـ focal point و سي كان line عد على ال focal point قبل العدسة ومن عند العدسة طلع parallel principal access الاتنين رايز دول عكس بعض بالزبط ونفس الكلام برضو هيبقى في الـ bicon cave lens هعكس المنظر بتاع الـ ray ده اديني الفكرة بتاعة سي لو كان في ray of light رايح الـ focal point اللي هي الناحية التانية يعني لو رسمت العدسة بتاعتي شكلها كده و ادي الـ principal access بتاعي و ادي الـ focal point الناحية دي و ادي الـ focal point الناحية دي لو كان في ray of light اصلا كان جاي شكله كده مشاور ناحية الـ focal point اللي على اليمين هيطلع من الناحية اليمين parallel principal access فانا دي الـ rules بتاعة الـ rays بتاعة الـ convex و الconcave lens طيب انا اي دلوقتي object هحطه قدام العدسة لما ايجا بص عليه من الناحية التانية يعني for example الـ object بتاعي على الشمال وانا هتفرج على الـ object ده من اليمين فهتفرج على image الـ image دي ايه الـ properties بتاعته لو انا الـ object بتاعي كنت حطه بعيد خالص بالنسبة لي المنظر بتاع الـ image هيكون صغير وهيكون مقلوب بس ده هيبقى real image طب دلوقتي كل ما اقرب الـ object هلاقي الـ image بتاعته بتجبر اقربه اكتر هلاقي الـ image بتاعته بتجبر عشان كده by the way احنا كبني ادمين لما بنيجي نشوف حاجات بعيدة بنشوفها صغيرة ولما بنيجي نشوف حاجات قريبة بنشوفها كبيرة ليه لان عينينا فيها عدسة شكلها by convex lens يعني بعد الـ iris اللي هي العين بتاعتنا اللي هي لونها بقى brown غامق او black او blue او green وهكذا في بعد المرحلة دي الـ light بيدخل من الـ iris من الفتحة اللي في الـ iris لعدسة والعدسة دي بتوصل الـ light للـ back بتاع الـ eye اللي في الـ retina والـ optic nerve اللي هيوصل الـ light بقى signal بتاعه توصل للـ brain طيب فانا دلوقتي لو شفت حاجة بعيدة انا بشوفها صغيرة الـ image بتاعتها بتطلع صغيرة لو حاجة قريبة الـ image بتاعتها بتطلع كبيرة وكل ما هقرب اكتر كل ما الـ image هتكبر اكتر طب انا دلوقتي في حاجة كمان بتحصل لما بيجي اتفرج على الـ image وي الـ object يعني لو انا جبت مصطرة كده عشان ايسي distance me من الـ object للـ center بتاع العدسة واستب المصطرة برضو الـ distance بين الـ image والـ center بتاع العدسة انا دايما هتكلم على distances من central line الـ line الخفيف ده اللي موجود عندنا جوه العدسة من top لل bottom بتاع العدسة وقلنا الحتة اللي في النص دي الـ point اللي في النص دي اسمها optical center طب انا دلوقتي الـ object بتاعي لو حطيته مثلا على distance 20 عند الـ line اللي هو 20 والمصطرة كلها اصلا 260 سنتيمتر فانا اقول ان total distance 240 سنتيمتر من الـ object للعدسة طب لو جيت اقيسة distance من الـ image للعدسة دي هتقرأ لي من 0 120 فانا دلوقتي الـ object بعيد الـ image قريب طب نقرب الـ object على الـ image عملها تبعد دلوقتي وصلت لـ 140 يعني distance من الـ object للـ lens بيقل distance من الـ lens للـ image بيزيد او اقول ان الـ object والـ image بيمشوا مع بعض الـ object هيمشي مين الـ image برضو هتمشي مين الـ object هيمشي شمال الـ image هتمشي شمال يعني مع التغيير في الـ size كمان بيحصل تغيير في distance من العدسة طيب عايزين نتكلم على التلاتة raised اللي احنا قلنا عليهم احنا قلنا ان فيه تلاتة raised اه واحد بـ parallel principle access اللي هو الخط المنقط اللي عندنا ده وواحد بيعدي على وواحد بيروح من الـ focal point للعدسة طيب خلينا نتكلم على التلاتة دول فانا دلوقتي ادي اول رية اهو اتكلمنا عليه ده اللي هو رايح ناحية الـ optical center ده كمل على طول ما بيحصلوش اي حاجة و ادي الرية التاني اللي هو بيه اللي هو كان ماشي parallel لـ principal access principal access اهو وعند central line عمل bending ناحية الـ point اللي اسمها focal point او focus فدائر direction بتاع الـ ray of light وهو خارج واحد تاني عد على الـ focal point التانية برضو جاي من الـ object وراح ناحية العدسة من عند central line عمل bending وراح parallel لـ principal access بس من الناحية التانية فانا دول التلاتة raised اللي عندنا واحد بيكمل من عند الـ optical center على طول ما بيحصلوش اي حاجة واحد ماشي parallel principle access من عند الـ center بتاع العدسة لازم ارسم central line بتاع العدسة عشان اعرف اكمل من عند الـ line ده هيعمل bending ناحية الـ point اللي اسمها focal point او focus طيب كمل على طول لقيت ان الاتنين raised دول by the way اتقابلو في حتة الحتة دي ده مكان الـ image بتاعت الحتة اللي اللي طلع منها يعني انا دلوقتي انا بتكلم على ان الـ object هو الـ tip بتاع الـ pencil اللي في الصورة دي الـ image بتاع الـ tip هتبقى عند الـ intersection بتاع raise of light في الاخر هنا طب انا دلوقتي اخر ray of light جاء من عند الـ focal point اللي هنا راح من عند الـ central line برضو عمل bending ومشي parallel access برضو اتقابل معاهم في نفس الحتة عند الـ image بتاعتي فانا دلوقتي لو قال لي الـ image الـ image اللي انا هعمله ايه ان انا هرسم raise of light اللي انا حافظه اللي هو واحد اه بيعدي من الـ optical center وبيكمل عطول ما يحصلوش اي حاجة واحد ماشي parallel principal access ومن عند الـ central line بتاع العدسة بيبند towards ال focal point مش بيبنده خلاص لازم ارسموه بيبند towards ال focal point وكمل ال ray of light وواحد بيعدي من ال focal point اللي ناحية الـ object وبعدين يوصل لبردو central line ويبند parallel principal access المفروض الثلاثة raise of light دول اصلا يتقابلوا لوحدهم ويعملوا لي الـ image بتاعتي طيب بما ان by the way عند الـ image حصل intersection of real raise of light ده معناه ان الـ image دي real image يعني لو انا حاطت ورقة كده او screen حاجة اه بيضة كده ينزل عليها الـ light انا actually هشوف المنظر ده مرسوم على الورقة انا هشوف المنظر ده اتكون على الـ screen زي ما قلنا ان الـ image هي عبارة عن intersection of real raise of light وان الـ image بعرفها من ان انا اقدر الـ image على screen مش لازم انا اللي اكون شايفها مش لازم الـ light يدخل عيني عشان الـ image تبان لا انا ممكن الـ image تبان على اي ورقة بيضة او اي screen محطوطة في المكان الصح هتبقى focused image طب لو انا كنت مرجع الـ screen لورا شوية الـ image كانت هتبقى blurred شوية لان الـ ray of light ما عملش intersection عند الحتة اللي فيها الـ screen فانا دلوقتي لو الـ screen عند مكان بتاع الـ image صح هشوف حاجة اسمها focused image الـ image بين واضحة clear الـ edges بتاعتها clear وهكذا لو رجعت الـ screen لورا شوية او قدمتها القدام شوية انا هيبقى عندي blurred image الـ image هتبقى منغمشة مش اه او هيزي كده مش واضحة الـ edges بتاعتها طيب دلوقتي لو انا مش بتكلم على التلاتة ريز دول بس انا بتكلم عمتا على اي ري طالع من الـ object هيروح يتكون على الـ image فانا لو عندي millions of rays كده كده عند اي حتة هيغبطوا عند الـ central line ويعملوا bending يقوموا رايحين يعملوا intersection على الحتة بتاعت الـ image يعني مش مش شرط يكون الـ ray اللي بيسألني عليه واحد من التلاتة اللي انا حافظهم التلاتة اللي انا حافظهم ادي الـ principle بتاعهم اللي هو parallel access بيروح على الـ optical center او بيعادي في focal point اللي بيروح على الـ optical center بيكمل على طول اللي parallel access بيروح على focal point وبعدين يكمل اللي معادي من الـ focus بيمشي parallel access ويكمل بس دول هيتقابلوا عند الـ image فانا اي ray of light تاني كده كده طالع من الـ object برضو still هيتقابل عند الـ image لان الـ image هي intersection of rays of light بس مش التلاتة رايز دول بس لا any rays of light طالعين من الـ object هي intersect عند الحتة دي بتاعت الـ image طيب لو خدتوا بالكوا دلوقتي الرسمة مش معمولة كـ principle مش كطريقة رسم دي اللي actually بيحصل للـ rays of light كل rays of light لو جينا نركز عند الحتة اللي هي الـ light دخل فيها من الـ air للـ glass يعني for example عند الـ point D عند الـ point D عند الـ point D وكذا هلأ ان انا عندي دلوقتي بيحصل bending للـ light لان انا رايح من medium لـ medium وبانجل مش 90 degrees فيحصل bending للـ light towards normal وهو خارج من الـ glass عند الـ points الثانية دي بيحصل bending للـ light تاني اللي هو away from the normal فانا دلوقتي اللي actually بيحصل ان انا بيحصل two times bending أو two times refraction واحد وانا داخل الـ glass واحد وانا خارج من الـ glass بس انا مش هرسم ده انا هرسم الـ principle اللي هو هعتبر ان انا الـ bending كله بيحصل مرة واحدة من central line مع انه ما بيحصلش كده بس انا هرسمه في الامتحان كده مش هرسمه مرتين هرسمه مرة واحدة من عند central line which means ان هو لو مش رسم لي central line انا لازم ارسم central line من الـ edges بتاعت العدسة اللي هو من هنا لهنا طيب انا دلوقتي عشان ارسم الـ construction بتاعي انا مش لازم ارسم التلاتة raise دول انا محتاج بس اتنين raise عشان الاقي مكان الـ image بتاعتي لان انا عشان اعمل intersection i need two lines مش محتاج three lines ولو ان كده كده three lines actually هيتقبل طيب انا ادي simulation عشان يوريني شكل الـ image بتاعت الـ object اللي هو الـ candle ده لو انا غيرت الـ position بتاع الـ candle انا دلوقتي اسهل اتنين raise ارسمهم بما ان انا محتاجين اتنين lines بس هو الـ rail اولان اللي هو بيمشي parallel axis والـ rail التاني اللي هو بيبقى معادي من الـ optical center والاتنين هيعملوا bending او هيكملوا على طول من الـ central line بتاع العدسة دلوقتي لو انا عندي object بعيد قوي يعني انا بقول ان انا distance من هنا الهنا دي الـ focal length بتاعي وانا الـ object بتاعي بعيد اكتر من الـ focal length بكتير لو انا طلعت rail light parallel axis هي عند الـ central line ويبند towards الـ focal point ويكمل والـ ray الثاني معادي من الـ optical center ويكمل برضو هيعملوا intersection هنا الرئيس دي كانت طالع من الـ tip بتاعت الـ flame فبردو هتتقابل تعملي شكل tip بتاعت flame بس على الشمال ناحية الـ object tip بتاعت flame كانت above the principal access لكن على اليمين الـ flame تحت which means in the image inverted دايما الـ image بتاعت الـ by convex lens بتطلع مقلوبة وهي real image طب تقول لي احنا دايما بنشوف الحاجات معدولة انت قلت لي ان احنا عنينا فيها by convex lens سأقول لك لا دماغك متركبة متوصلة للاسلاك بتاعتها ان هي تجيلها العدسة تبعت لها الـ image مقلوبة فهي تقلبها تاني وهي رايحة للـ brain بتاعك فانت بتشوفها في الاخر معدولة بس actually كل الـ images اللي بتوصل في عانينا actually بتبقى مقلوبة فانا الـ image دي هيبقى شكلها ايه؟ ايه الـ properties بتاعتها؟ اولا هي real image ثانيا هي inverted image ومن المنظر كده هي smaller than the object او بنسميها diminished صغرط طب هقرب تاني شوية هلاقي الـ image عمالة تروحي مين؟ وكمان عمالة تكبر طب لو وصلت عند distance الـ distance دي double focal length يعني انا focal length من الـ focus للـ center بتاع العدسة اهو قول مثلا ده 2 سنتيمتر لو است 2 سنتيمتر كمان بقت 4 من العدسة هلاقي ان انا الـ object بتاعي والـ image على نفس المسافة بالضبط يعني 4 سنتيمتر من العدسة للـ image 4 سنتيمتر من العدسة للـ object نفس الـ distance بالضبط وكمان الـ object والـ image add بعض كـ size الـ 2 نفس الـ size فانا عندي double the focal length هلاقي ان انا عندي same size same distance from the length وكمان still برضو real وـ inverted ولا هي diminished ولا هي enlarged لو قربت اكتر من double focal length هلاقي الـ image بقت enlarged او magnified وهتبعد برضو زيادة طب ايه اللي يحصل اول معدي من عند الـ focal point؟ لو جيت حطيت الـ object بتاعي عند الـ focal point الـ rays of light مش بتتقابل خالص مش هعمل image خالص هشوف blurred light كده وخلاص فانا دلوقتي حتى لو حاولت اعمل extension لورا عمري ما هلاقي شكل الـ image عملت extension لقدام برضو مش هلاقي شكل الـ image بعد الـ focal point ابعد اكتر عن الـ focal point هلاقي الـ image بتاعتي عمالة تصغر وتقرب من العدسة عمالة تصغر وتقرب من العدسة عند double focal length هلاقي عندي same size طب ايه اللي يحصل عندي لو كان الـ object عند distance اقل من focal length يعني هي قبل الـ focus من العدسة ما بين focal point و العدسة هلاقي الـ rays of light ما بتعملش intersection ناحية عينيه لا بتعمل intersection ناحية التانية بالـ extension طب مادام ده extension of light يبقى الـ image اللي هتتكون مش real image دي هتبقى virtual image طب انا دلوقتي لما كانت الـ image real لو كنت حطيت screen هنا كان شكل الصورة هيبان يعني هيترسم على الـ screen طب انا دلوقتي لو حطيت الـ object كده ما بين الـ focus و العدسة لو حطيت screen هنا في مكان الـ image اللي المفروض تتكون فيه تشايبان اي حاجة ما فيش اي حاجة هتبان هيبان الـ light اللي طلع من الشامعة بس مش هيرسم لي شكل الشامعة نفسها لكن الـ screen في الـ image هيرسم لي شكل الشامعة نفسها فاقول ان انا دلوقتي انا لما بحط الـ object بعد الـ focal point يعني ابعد من الـ focal length من العدسة ده هيعمل لي real image لما بحط الـ object بتاعي ما بين الـ focal point وما بين العدسة ده هيطلع لي virtual image لان الـ rays of light اللي هو بيعادي من الـ optical center واللي هو parallel وبعدين بيبند ناحية الـ focus بيروحوا بعيدا عن بعض في الناحية اللي انا هرسيب فيها الـ light فانا اه هشوف شكل الـ image بس ما قدرش هكوينه على screen وفي الكيس دي by the way زي ما انتو شايفين الـ image طلعت upright نفس الـ orientation بتاع الـ object ومagnified دايما هتطلع upright ودايما هتطلع magnified او enlarged لو عندي virtual image في by convex lens خلونا كده نعمل شوية practice على ازاي نرسم الـ images بتاعت الـ objects يعني لو انا عندي دلوقتي object شكله كده الطول بتاعه 2 cm هو عبارة عن arrow والـ arrow ده انا عايز اطلع raise of light من الـ tip بتاعته هقول ده الـ object بتاعي وعايز اطلع raise دي بحيث ان هي تعمل لي image الـ 2 raise اللي انا هرسمهم ايه السهل طبعا ان انا احط مسترة وافضل امعيلها كده لغاية تم تعمل لي parallel line لـ principal access عشان اعرف ارسم array of light بتاعي وامراسم straight line رايح لغاية center بتاع العدسة وبعدين ازبط المسترة تاني بحيث ان انا ارسم line طالع من العدسة ورايح ناحية focal point الناحية التانية يعني الـ light جاي من الشمال انا هروح focal point اللي على اليمين وبرضو انزل ray of light معادي من focal point وهرسمه طويل على قد مقدر لان انا معرفش الـ intersection بتاع raise هيحصل فين الـ ray of light التاني طبعا اسهل بكتير لان انا هرسمه من الـ object بتاعي ناحية optical center مش هيحصل له bending ولا اي حاجة فده هيكمل على طول ومرسم light بتاعي طالع من الـ object ورايح ناحية optical center وامكمل على طول فانا دي الرسمة بتاعتي طلعت ray of light هعمل له arrow واقول ان هو من عند central line بتاع العدسة هصل له bending وراح لي focal point الناحية التاني وارو تاني طلع رايح ناحية optical center وكمل straight ما حصلوش اي حاجة لغاية اما الـ rays of light دول اتقابلوا فده مكان الـ image بتاعي والـ image دي هتبقى inverted يعني انا هرسمها arrow basis لتحت طب تقولي انت ليه رسمت البايت بتاعه على الـ بايز بتاع الـ object نفسه كان برضه على الـ ودلوقتي لو جيت ارسم lines طلع من على حاجة على الـ هتركوا الناحية التانية برضه تبقى بتتقابل عند الـ فلو الـ object على الـ إلى الـ فانا الـ تال بتاع el arrow كان على الـ فالتال بتاع الـ بتاع الـ ويدا الـ هيبقى على طبعا لو رسمت ray 3 اللي هو معادي من الفوكال بوينت دي بقى طالع من الابجيك برضو ورايح من الفوكال بوينت ورايح ناحية وبعدين رسمت هيطلع في الاخر بيانترسكت في نفس الابجيك بتاعت فانا التلاتة رايزة هم بس انا اكشلي مطلوب مني اتنين بس عشان اعمل مش لازم ارسم التلاتة طيب خلينا نشوف الكيس اللي هي بتاعت لو انا الابجيك بتاعي اصلا عند الفوكال فانا عندي ده المنزر بتاعي هطلع برضو اتنين من الابجيك دي والامج بتاعت التل هتبع على فانا عندي اول رايه هو طالع من الابجيك ورايح ناحية هيكمل على طول مش هيحصل له اي حاجة وراي تاني طالع من الابجيك ورايح لغاية السنتر بتاع العدسة ومن عند السنتر بتاع العدسة هيبند ناحية الفوكال بوينج مش بيبندو خلاص مش عايز يتقابلو خلاص لا لازم يعدي من الفوكال بوينج ماينفعش يعدي من اي حتة تاني هلاقي الاثنين دول اتقابلو في حتة عند برضو تويس الفوكال لانث وهلاقي ان بتاعي بتاعي هي مثلا هنا كان عندي اتنين سنتيميترز اللانت بتاعي ادي سنتي ادي سنتي على ان انا اللانت من الناحية التانية برضو اتنين سنتيميترز فانا في الكيس دي عندي بالنسبة للكيس الاولانية كانت برضو كانت برضو وكانت يعني الديستنس من هنا لهنا اقل من الديستنس بتاعة الابجكت او اللانت بتاع الابجكت فهتبقى smaller than the object او بنسميها diminished طيب الكيس بتاعت لو كان الابجكت عند الفوكل بوينت بالزبط وجينا نرسم الرئيز بتاعتنا ادي اول رئي اللي هو بيعدي من الابتكال سنتر وبيكمل على طول وادي الرئي التاني اللي هو بيطلع لغاية سنتر اللاين بتاع العدسة فانا عندي ادول للاثنين الرئي اللي كان في الاخر هيروح ناحية الفوكل بوينت بتاعتي مش هيبنده خلاص عشان يتقابل لا في الكيس دي مش هتتقابل خالص الرئي ده والرئي ده اللي هما طلعين من العزة من الناحية التانية عمرهم ما هيتقابله ولا الناحية دي ولا الناحية دي وش ميز ان انا مش هشوف خالص طيب نشوف اخر كيس اللي هي لو انا عندي الابجكت بتاعي محطوط ما بين الفوكل بوينت وما بين العدسة احنا قلنا انا دي هنطلع لي فانا دلوقتي لو جيت ارسم اللاين بتاعي في رييف لايت اه مكمل توردز الاوبتيكال سنتر وهيكمل على طول مش هيحصل له بندنج ولا اي حاجة بس من الاول او مراسم الرييف لايت بتاعي في يعني احط المسطرة بتاعتي اوصلها من من التب بتاعت الارو للاوبتيكال سنتر وارسم لاين طويل في الناحية تاني وبعدين ارسم الريا التاني ادي الريا التاني اهو بيبتدي من الابجكت ورايح ناحية السنترال لاين بتاعنا وبرضو هعمل نفس الحركة ان انا هرسم لاين طويل بيعدي من هنا وبيعدي من الفوكل بس طويل في الناحيتين فانا بالمسطرة كده اميلها ما بين دي ودي بس هرسم اللاين طويل من اليمين وبرضو طويل من الشمال مرة واحدة هرسم اللاين مرة واحدة بالمسطرة في الناحيتين لان انا كده كده مش عارف الانترسكشن هيبقى فين فانا هرسمه طويل وخلاص ولو حاولت ارسم في ناحية وبعدين أرسم الناحية الثانية أنا رسمت الـ incident ray والـ reflected ray الـ incident ray والـ reflected ray وبعدين طريت أعمل لهم extension لما أجي أحط المصطرة بتاعتي الناحية الثانية هلاقي أن أنا عندي مش دايما بتطلع الـ angle مظبوطة which means أن أنا بوصت الـ image بتاعتي فأنا أحط المصطرة مرة واحدة في الـ direction اللي أنا عايزها وأقوم راسم مرة واحدة line 1 وخلاص وبعدين أقوم بقى ماسح حتة من الـ extensions دي عشان أقول إن دول virtual extensions الـ image بتاعتي هتبقى virtual مش real image طب بعد ما عرفت مكان الـ intersection فين أو مراسم شكل الـ image بتاعتي اللي هو بيبقى vertical arrow في الكيس دي الـ arrow الـ image بتاعتي intersected فوق which means أن line بتاعي upright فأنا ده هيبقى دلوقتي upright virtual we larger than object أو enlarged أو magnified فأنا دي الطريقة اللي أنا برسم بيها erase بتاعة الـ by convex lenses دلوقتي خلينا نشوف شكل الـ image بتاعة concave lens يعني أنا عندي دلوقتي على الشمال هنا في عندي الـ object والـ object بتاعي بيطلع raise of light من tip بتاعة الفليم والـ rays of light دي أنا رسمته برضو واحد parallel principle access واحد بيروح نحي الـ optical center بتاعة el-bycon cave lens وبرضو من عند central line حصل bending وبرضو من عند اللاين اللي هو بيعدي من optical center ما حصلش bending بس الفكرة في اللاين اللي هو ماشي parallel الـ principle access حصله ايه؟ ما عملش bending ناحية focus point اللي على اليمين لأ حصله bending كأنه جاي من focal point اللي على ناحية الـ object نفسه مش على ناحية receiving بتاعة light مش receiving end بتاعة light لأ من source بتاعة light فأنا دلوقتي عملت الـ bending بتاعي كأنه جاي من focal point دي وتقابلوا الاتنين raise دول في point ودي الpoint بتاعة الimage بتاعة tip بتاعة candle بس دلوقتي الـ tip بتاعة candle flame بتاعة candle كانت فوق في الـ object وبرضو كانت فوق في الـ image فالـ image دي actually upright بس منظرها بيقولي ان هي diminished than the object في cases بتاعة الـ دايما الـ image هتبقى virtual ودايما هتبقى بالنسبة لي يعني distance بتاعتها من العدسة اقالة من distance بتاعة الـ object لو object بعيد طب خلينا نتفرج طب خلينا نتفرج دلوقتي ايه اللي هيحصل الـ image لما قرب الـ object شوية دلوقتي انا كلما هقرب الـ object كلما الـ image بتكبر 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 وكمان عند بلاقي image دي مش زي ودايما الـ image بتاعتي اصغر من الـ object لغاية ما وصل للعدسة ما عنديش option ان انا اخترق العدسة واعدي ناحية التانية طيب فانا دلوقتي دي الفكرة بتاعتي الـ 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 اللي سابت هنا هو الـ اللي معدي من ورايح بيبند الفوق كده الـ اللي بيتحرك هو الـ اللي معدي من ده اللي بيغير بتاعته وبرضو في الرأي اللي هو بيعدي من برضو ما بيتحرك برضو هو الرأي اللي بيعدي من بس الفرق ان دي ممكن تطلع لي زي كيس دي لو الـ object بتاعي بعد او لو الـ object قبل في سواء قبل او بعد كده كده بتطلع ما بين هو هو مبين فده برضو بس دايما هتطلع ودايما هتطلع اصغر من الـ object ده اللي بيحصل فيه خلينا برضو نشوف على الرسم بتاع الـ رايز في يعني ادي ارو بتاعي باصص لفوق اهو ده الـ object بتاعي هطلع من الـ لفوق برضو اتنين رايز راي بارالل ل ورايح من الـ object ناحية الـ object الـ object الـ ray ده هيكمل على طول مش هيحصل له اي حاجة فانا قبل العدسة بعد العدسة الـ ray اللي رايح من عند الـ point دي من عند الـ object مش الناحية التانية يعني احط مسلا الرولر بتاعتي كده وهو مراسم line من عند الـ point اللي ناحية الـ object وهو مطوله كده للناحية التانية يخرج برا العدسة وهو اعمل ده بتاع الـ ray وستيل برضو امسح حتة من عشان اقول ان ده اه طيب مكان الـ يبقى ده مكان بتاعتي وهتبقى شكلها upright يعني الـ arrow باصص لفوق ده شكل الـ image في الـ ودي الطريقة اللي انا برسمها بها اخر حاجة هنتكلم فيها عن هي أنا دلوقتي لو في حد عنده short sight او عنده long sight المشكلة بتاعته هي ان انا الراتنا بتاعتي بتبقى في الـ base بتاع العين ورا خالص ودي اللي بيطلع منها optic nerve وده اللي بيبعت signal اصلا للبراين عشان يقول ان انا شايف اي image او اي حاجة فأنا دلوقتي المفروض الـ light دايما يعمل فوكس عند الحتة اللي اسمها راتنا دي انا العدسة بتاعتنا فيها muscles كده بتخليها تبقى ارفع او ادخن على حسب المسل دي او بتغير الفوك اللانس بتاع العدسة فبالتالي بتغير مكان الـ image على حسب الـ object اللي انا بتفرج عليه دي بتحصل automatic الـ brain بيفضل يبعت signal ل المسل دي لغاية اما يبقى حاسس ان الـ image شكلها focused رب ان خليقنا كده يعني الكلام ده بيحصل automatic جوه دماغنا لو شايف ان الـ light شكل بيفضل يحاول يلعب في المسل دي لغاية تما يفوكس الـ image بتاعت في كده او في ناس معينة بتبقى شكل الـ retina وشكل العدسة كويس في اول الـ birth ومع الوقت بيحصل للشكل بتاع العين او شكل بتاع العدسة او المسل بتبقى بتتعب شوية بيجيلا اتروفي الـ image ما بيحصل لهاش فوكس عند الـ retina لو عندي الكيس بتاعت الشورت سايت people الفوكس image بتبان قبل الـ retina يعني جاد بدري وش مينز ان الـ light بيكون ويرج زيادة عن اللزوم فهم حطط لها كون كيف لانس عشان تبعت الـ rays of light قبل العين فلما العدسة تخليها تكون بزيادة تقوم عملت intersection في الآخر في المكان الصح بالنسبة لي الـ intersection بيبان بعد الـ retina فبرضه مش بلاقي فوكس عند الـ retina يعني هو اصلا بعيد عن بعضه فانا عايز حاجة تخليه قرب من بعضه فبحط له convex لانس عشان يجبر الـ light انه هو يقرب فيقوم عامل conversion كويس يتقابل فيه الـ retina مش بعد الـ retina فلدي الفكرة بتاعت short sightedness ازاي نعمل لها correction short sighted people بنعمل لهم concave lens عشان يخلي erase of light تبعد شوية عشان تقدر تروح لـ retina long sighted people بنحطهم convex lens عشان ما يخليش الرئيس بعيد عن بعض عايزين الرئيس تقرب من بعض شوية ما تبانش بعد الـ retina تبان عند الـ retina عليها في الـ chapter بتاع light احنا كده خلصنا الـ chapter وتقدروا تحلوا الاسئلة بتاعت الـ chapter ده في paper 2 و paper 4 وهنتكلم على اسئلة paper 6 في فيديو لوحده i hope ان انتم شفتوا الفيديو ده مفيد واستفدتوا منه واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله وحب افكركم في نهاية الفيديو ان النوت smart ك hard copy انا احط اللينك بتاعت المكتبات او النمر التلفونات بتاعت المكتبات دي في الـ description بتاعت الفيديو ده وانتو افيلبل عندكم انتو تشتروهم ك hard copy او soft copy من مكتبة atlas مش ورق مطبوع لو انتو مثلا مش في القاهرة او مش في مصر مش افيلبل عندكم انتو يتبعت وانتو بيبقى معها summary وانتو model answers محلول فيها كل حاجة بالتفصيل وبال details بتاعت ال calculations والdetails بتاعت الكلام اللي مفروض يتكتب في الاسئلة written العادية theoretical مش اللي هي calculations بس واشوف كو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله